مساء الخير الفيديو اللي فات عملنا الجلاش اللي حي تقبل جيبنا النهاردة هنعمل جلاش حلوة قوي بحشوة مختلفة على الطريقة اليوناني كاسترد لزيز جدا وطري طعمه حلوة قوي قوي ويختلف عن الكاسترد اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده الطريقة دي جديدة خالص وطعمها حلوة قوي الجلاش ما ارمش من بره والحشوة طرية من جوه حاجة كده مفيش اجمل من كده وسكرها معقول جدا مش مسكرة قوي وصفة جميلة جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم قوي يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف اول حاجة ازاي هنعمل الكاسترد لان زي ما قلتلكم هو يختلف عن الكاسترد العادي بتاعنا ومكوناته كمان مختلفة هضيف في الكاسترول او في الحلة بتاعتي الحليب على البارد طبعا ومعايا السكر ومعايا سميد سامولينا اللي هو السميد بتاع البسبوسة بس يكون ناعم وحقلب كده مع بعض شوية كل ده على البارد مش هحتاج نيشة ولا حاجة السمولينا هو اللي حيربط لي الحشوة وحتتقل معايا بعد ما شغلت النار هتاخد حوالي معايا خمس دقايق لما تبتدي تغلي واول ما تعمل فقاعات كده هعد دقيقة بالزبط وبعدين اطفي عليها واشلها من على النار واسبها تبرد شوية قبل ما اضف لها المكون المهم جدا عشان يخليه الكاسترد دسم وطعمه حلوة بيه حضرب البيت كويس كده مع بعض وعشان انا عايزة انزل بيه شوية شوية على الخليط بتاعي واقلب هنزل على ثلاث مرات تقريبا كهو عندي بيتين بس اهم حاجة خلطهم مع بعض كده علشان يتقلبوا معايا كويس وابدأ اقلب شوية شوية زي انه قلتلكم ده بعيد على النار خلاص انا رفعت من على النار حطيته على الرخامة وبدأت ان انا اضيف شوية من البيت وبعدين اقلب الكاسترد حيتماسك معايا بعد كده وحيكمل تسويته في الفرن ما تقلقوش خالص هو قريدي دلوقتي استوى اصلا بحرارة الخليط بتاعي بس كمان حيكمل سواه في الفرن وحيتماسك اكتر وطبعا ما قدرش احشي دلوقتي بيه جلاش وهو سخنة حسيبه يبرد تماما وبعدين حجيب الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها الجلاش وحابدأ ادهنها بالسمنة هدهنها كويس جدا وياريت تكون الصينية مش بتلزق كمان بيكون افضل وعندي هنا اللفة من الجلاش طبعا كل ما اخترت النوع جلاش حلو كل ما كان احسن الجلاش نوعياته تفرق كتير جدا وحابتدي احط راقة راقة او اتنين واطبقهم على بعض ما بينهم السمنة زي ما بنعمل الجلاش بتاعنا العادي جدا جدا كلكم اكيد شاطرين في الجلاش وعملتوه اكتر من مرة بس ان شاء الله المرة دي هتكون مختلفة هيبقى طعم حلو اوي هتعجبكم فعلا انا بصراحة ما بستغناش عنها الوصفة دي ابدا يعني كل مرة بعملها بتطلع احلى واحلى كمان حط كده اساوي كويس جدا واقفل الجوانب علشان ما يبقاش في حتة علية وحتة واطية احاول خلي الطبقات كلها اتبعد هحط نص لفة الجلاش من تحت وبعدين هحط الحشوة وبعدين اكمل عليها طبعا الكمية اللي في المفوق اخر طبقة من الجلاش اللي قبل الحشوة على طول مش هدهنها سمنة هحطها وبعدين هحط فوقيها الحشوة اما حاجة اساويها كويس جدا متأكد ان الحروف بتاعيتها متساوية وبعدين هنزل بالحشوة بتاتي اللي هي خلاص بردت الكاسترد بتاعي برد تماما وهبدأ اوزعه كويس قوي على الجوانب كمان بالشكل ده ما تخافوش هي مش بتلزق ولا حاجة اما حاجة بس ما تضغطوش عليها يعني خلوها بس كده متساوية وبعدين هجيب ابدأ اطبق برضو ورق الجلاش واعمل الطبقة التانية من الجلاش زي ما احنا عارفين وزي ما بنعمل دايما اما حاجة اهتمي بالسمنة الحلوات الشرقية بتحب السمنة فيعني اتوصي بموضوع السمنة ما فيهاش دايت دي بقى خالص انس موضوع الدايت مع الحلوات الشرقية طعم بيطلع حلو قوي كل ما كنتي سمنتك مزبوطة والسكر بتاعك مزبوط دي بقى اخر طبقة خالص حبيت بس تقتني الورقة كده الجوة وسويها كويس ولازم اقطعها بس مش هقطع زي ما بنقطع الجلاش العادي لغاية النهية انا بس هقطع الطبقة اللي فقانية فخلي السكينة بتاعتي تكون حمية يعني احمس السكينة عندك وبالراحة خالص خالص من غير ما اضغط انا مش عايزة الكريمة دي او الحشوة الكاستر تطلع معينة فوق عشان ما تتحمرش وتتلسع مني انا عايزة الطبقة تفضل جوة وهعمل بس على الطبقة الاولان ايه شايفين باخد خط بس كده يدوبك يعني بعمل زيح صغير جدا زي طبقتين كده بس من الجلاش اللي بقى الطاحة وبعدين بدهن سمنة برضو من الوش الفرن عندي جاهز على درجة حرارة مية وتسعين وبتاخد معي حوالي نص ساعة في الفرن وبتطلع محمرة وجميلة جدا وبعد نص ساعة اعتلعت معي من الفرن محمرة وشكلها طحفة بالشكل ده هبتدي اسقيها الشربات بتاعي هكتبلكم مقادير الشربات في صندوق الوصف عملنا مع بعض اكتر من مرة فمحبتش ان انا اطول عليكم الفيديو الشربات طبعا لازم يكون عندي بارد تماما والجلاش عندي بيكون سخن لزي طالع من الفرن الوصفة دي بتتاكل بردها فالافضل ان انت تحطيها في التلاجة وعند بقى وقت الفطار كده تاكليها بألفة هنوشفة انا بصراحة النهاردة ما قدرتش اصبر لغاية ما افطر انا افطرت عليها النهاردة جنب كوباية شاي كده كانت حاجة لزيزة وشهية جدا ان شاء الله لما هتجربوا الوصفة هتشوفوا قدقية طعمها لزيز ومختلفة من الحاجات المشهورة اوي اوي في المطبخ اليوناني اتمنى تكون النهاردة الوصفة عجبتكم وكلكم تجربوها ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد تحياتي لكم مع السلامة